اهلا بكم رئيس جمهورية العراق هو اعلى منصب اداري في الهيكل الحكومي للدولة يتم انتخابه من قبل مجلس النواب ويحصل على مهام محدودة تتلخص في اصدار العفو الخاص للمحكومين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب جرائم دولية وارهاب وفساد مالي واداري صلاحيات المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة البرلمان صلاحية دعوة البرلمان للانعقاد مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس الوزراء صلاحيات اصدار المراسم الجمهورية والمصادقة على احكام الاعدام التي تزرها المحاكم المختصة مصايدرو تتحدث عن ترشيح 26 شخصية لمنصب رئيس الجمهورية من ابرزهم الرئيس برهم صالح لكن التنافس الشديد بين الشخص المرشحين للمنصب يعود وفق محللين الى الخلافات الحاضرة بين الاحزاب الكردية لحسم منصب الرئيس مختصون رأوا ان عدم قبول الاحزاب ان تكون في المعارضة من الاسباب التي رفعت مؤشرة التنافس بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لكن برز سهم برهم صالح مرتفعا في التنافس على المنصب بعد دوره الفاعل في تظاهرات تشرين لا سيما باختيار شخصية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للخروج من الازمة كما كان دوره الفاعل في العلاقات مع مختلف دول العالم مراقبون اكدوا الدورة الكبيرة لصالح مع دور الحكومة المتمثل برئيس الوزراء ووزير خارجيته فؤاد حسين اسهم في اعادة بغداد لموقعها المهم في المنطقة مع اقتراب التوقيت الدستوري لاختيار الرئيس الجديد تترقب الاوساط السياسية لحظة اعلان الشخصية الجديدة لمنصب رئيس الجمهورية مرجحة كفة برهم صالح لاستكمال مشوار جهوده الفاعلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر